المسلمين عبر هذا الصباح أهلاً وسهلاً بك فعلياً القصف لا يزال متواصل كان التركيز على مناطق معينة هذا الصباح ضعنا في صورة الأحداث منذ تبشير هذا الصباح كان هناك استهداف لدوار النبولسي طبعاً بعض النازحين والناس الدنيا يطاقون المساعدات وصولها من الجنوب إلى وسط وشمال قام قوات الاحتلال الإسرائيلي باطلاق النار المكسف وقضائف المتفعية تجاه المواطنون الذين يطلقون هذه المساعدات تصد رمقم وعبارة عن مدقيق في دوار في قطاع غزة اختلقاء 17 إصابات وصلت منها المستشفى العودة إلى مستشفى الشفاء الطبي بمدينة غزة كان هناك استهداف أيضاً في قصة 10 مواطن في قصة منزلين في المصيرات ودير البلح وسط قطاع غزة وما زالت البحث عن مستمر عن المفقودين ومن بعض الإصابات وصلوا إلى مستشفى شهداء الأقصاب في مدينة الوسطة في مدينة دير البلح أيضاً كان هناك غرات جوية على الأرض الزراعية كرد مدخل البريج وسط قطاع غزة وأيضاً كان هناك غرات جوية في منطقة حي لجنين هنا في شرقي محافظة رفح جنوب قطاع غزة أيضاً وصل هناك خمس إصابات جرى قصب إسرائيل طال منزل في حي لجنين أيضاً شرقي مدينة رفح جنوب قطاع غزة فهذه بعض الأحداث المدينية وكانت أيضاً اشتبكات ما بين المقاومة الفلسطينية في قرب مدينة خان يونس والشرق مدينة خان يونس ولكن هناك ألام أليس بلتحدث عن عملية لطبعاً المقاومة الفلسطينية في مدينة حمد في مدينة حمد في غربي محافظة خان يونس جنوب قطاع غزة حيث تقوم قوات احتلال إسرائيل هناك محاصرة هذه المنطقة وفي نفس الوقت تقوم باعتقال المواطنين واتقال المجهات المجهولة وتقوم هناك أيضاً بعمليات تجد في المكان وتدمير بعض منازل المواطنين في هذه المنطقة عمر هل كما تذكر طبعاً عمليات الاعتقال لا تزال متواصلة أيضاً من قبل جيش الاحتلال وبشهادات طبعاً شهود العيان سابقاً كانت هناك ممارسات لا إنسانية ولا أخلاقية بحق هؤلاء الأسرة والتنكيل بهم هل لا تزال هذه الممارسات متواصلة بحق من يتم اعتقالهم ومن ثم الإفراج عنهم بغض النظر عن مدة الانقضاء كم يقضون من الأيام لدى جيش الاحتلال فالي نحن نحن تلفزيون السجر رصدنا هذه الاتهاكات بحق المدنيين يعني المدنيين اعتقالهم قوات احتلال في جنوب وفي شمال قطع تقوم قوات الاحتلال الإسرائيل الممارسة تبشع يعني أبشع الجرائم ضد هؤلاء المدنيين بتجريد ملابسهم وأيضاً اتقال النساء وأيضاً هناك كانت ممارساتك اعترفت بعض الوسائل عن هذه الاتهاكات ضد المدنيين هنا التي تتم اعتقالهم قوات الاحتلال الإسرائيلي في قطع يعني بعيد كبير حديثاً عن انتهاك الجسدي وأيضاً عن انتهاك نفس تقوم هذه قوات الاحتلال الإسرائيلي بضربهم وتجريد ملابسهم وأيضاً تعذيبهم نفسياً تجاه هذه الحرب المضواصلة هنا على قطاع غزة كثير تم اعتقالهم من الممرضين من الطباء من الصحفيين من المعلمين من أستاذ الجامعات كثير هنا تم اعتقالهم من قبل قوات الاحتلال إسرائيل ومضرام الستشفيات هنا في قطاع غزة وتعذيبهم أيضاً اعتقالهم حسب كل شخص مدة اعتقال الاحقوات إسرائيل تقوم بالإفراج عن مجموعات من هؤلاء المواطنين كل فترة وفترة نعم أيضاً بالتأكيد نحن لازم بانتظار أن يكون هناك إعادة الحديث عن الهدنة بشكل إيجابي والتوصل إلى ربما اتفاق وجميعنا نعلم أن الآمال منعقدة لدى أهلنا في قطاع غزة وينتظرون بالفعل هذا النبأ وهذا الخبر خاصة وأن أيام قليلة بل وساعة قليلة تفصلنا عن شهر رمضان المبارك وبالتالي هل لا يزال هذا الأمل يتضفق ويعني متواجد بالنسبة للغزيين أم أنه بعد انقضاء عدة أيام في الحديث عن الهدنة يعني بات هناك شكوك لدى أهلنا في قطاع غزة لي يعني زميلة وفائي نحدث عن موضوع الهدنة يعني نحدث عن نصف الأول يعني ربما يمتفائل ونصف التالي لم يتفائل في طبعا هذه المباحثات الهدنة هناك يعني معيقات كبيرة في ملف الصفقة صرحت بعض الأعلام أن هناك السبب الوحيد يعني لإثمام هذه يعني السبب الوحيد الفقط الوضيل لهاي الصفقة هو موضوع عودة سكان شمال القطاع غزة إلى الشمال وفي نفس الوقت يعني يردون كوات الهدنة فقط يعني عودة النساء والأطفال وما فوق سن 16 أو 17 عام يعني لم يعودوا إلى محافظة الشمال وهنا يعني المقاومة الفلسطينية والمباحثات في حلقة حماس رفضت هذا المقترح وينتظرون يعني هناك يعني الأمميين وانتحدث عن دولة قطر وأيضا مصر يعني يضغطون حول هذه إثمام هذه الصفقة قبل شهر رمضان المباركة أمس قد يعني كنا بإجراء بعض المقابلات ويعني حديث الشرع الفلسطين هنا بعض يعني رغم الألام ورغم الوجع ورغم هذه الحرب يعني ربما هناك بخصص أمل لدى الغزيون باستقبال شهر رمضان المبارك هنا بعض المحلات في محافظة رفح بدت ببيع الفنويس وتزيين بعض المحلات التجارية باستقبال شهر رمضان المبارك وإن هناك بعض النازحين بعض الخيام تقوم أيضا بتزيين بعض الخيام في استقبال شهر رمضان هذا الشهر سيكون مختلف تماما على الأعوام السابقة نتيجة هذه المتواصلة هنا على القطاع المتواصل بالتأكيد نتمنى إن شاء الله يكون تصد تكون خبر مفرح لدى الغزيين ويكون هذا رمضان بعيدا عن الحروب وبعيدا عن المجازل يعني اتهاكات الاحترال الإسرائيلي ب اتهاكات وارتكاب المجازل بشهر نعم نعم وعمر بالتأكيد نعم يعني وهو بالحديث والعودة عن شهر رمضان ومختلف على الكل الفلسطيني بالفعل ولكن نأمل أن كما ذكرت يكون هناك إن شاء الله الأمن والأمان وانتهاء هذه الحرب أشكرك جزيل الشكر على هذه التفاصيل التي أطلعتنا عليها من قطاع غزة في مكان تواجدك في رفع حيث يوجد الآلاف من النازحين ونواصل مع حضراتكم في مشوك